بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني وبمشيئة الله سنستكمل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي اليوم بمشيئة الله يا أبطال هو امتداد للدرس الماضي نتذكر الدرس الماضي مع بعض يا أبطال علاقة القسمة بالضرب تذكرون زين؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن رح نستكمل فكرة الدرس ما هي يا أبطال القسمة باستعمال العلاقة بين القسمة والضرب رح نستذكر الأمثلة اللي أخذناها ونعرج عليها بشكل سريع ومن ثم ندخل على التدريبات يا أبطال طيب أخذنا هذا الاستعداد يا أبطال وقلنا صينية تحوي قطعا صغيرة من الكعك مرتبة في ثلاثة صفوف في كل صف أربعة قطع صح ولا لا يا أبطال وقلنا يا أبطال هذه الاستعداد أخذناها في هذا المثال وهو الربط بين القسمة والضرب قلنا أن الضرب هنا أستطيع أني أقول لدي ثلاثة صفوف صح ولا لا يا أبطال خلونا نعلم عليها لدينا ثلاثة صفوف من الكعك ممتازين في كل صف كم قطعة يا أبطال؟ في كل صف أربعة قطع إذن في كل صف أربعة قطع لو ضربنا الثلاثة في الأربعة سيكون الناتج كم يا أبطال؟ ممتازين حاصل الضرب أو العدد الكلي للقطع هو كم؟ 12 قطعة بارك الله فيكم طيب لو جينا بنفس المثال ولكن نبغى نستخدم القسمة نقول عددها كلها كم يا أبطال؟ عددها 12 إذن العدد الكلي للقطع 12 وقلنا دائما نطلق عليه المقسوم يا أبطال بارك الله فيكم طيب يا أبطال لو قلنا نبغى نقسمه على عدد الصفوف كم لدينا من صف؟ ثلاثة صفوف إذن راح نقسمه على عدد الصفوف يا أبطال وهنا عدد الصفوف يطلق عليه المقسوم عليه صح ولا لا يا أبطال؟ فقلنا 12 مقسمة على ثلاثة صفوف كم سيكون لدينا في الصف الواحد من قطعة؟ ممتازين يا أبطال عدد القطع في كل صف أربعة قطع وهذا هو ناتج القسمة وقلنا يا أبطال نؤكد أن لاحظوا الأعداد اللي استخدمناها في جملة الضرب وجملة القسمة هل اختلفت يا أبطال؟ لا فقط اللي اختلف ترتيبها صحب الله يا مبدعين بارك الله فيكم أما الأعداد الثلاثة موجودة هنا وهنا الأربعة موجودة هنا وهنا وكذلك إثنى عشر موجودة هنا وهنا بارك الله فيكم أسعدكم الله طيب يا أبطال الآن ننتقل مع بعض إلى هذه الإشارة اللي أشرنا لها في الحصة الماضية ونرح نعيدها لكم الآن أنه دائما لدينا مجموعة من الحقائق التي تستعمل فيها الأعداد نفسها نفس الأعداد نستخدمها نقدر ننتج منها مجموعة من الحقائق ونسمي هذه الحقائق الحقائق المترابطة يا أبطال الآن لو قال لك أن الحقائق المترابطة للأعداد ثلاثة وأربعة واثنى عشر إذا قال لي أن الثلاثة والأربعة واثنى عشر بينها حقائق مترابطة راح أوجدها إذن راح أوجد من كل ثلاثة أعداد مترابطة حقيقتين ضرب وحقيقتين قسمة بارك الله فيكم نجي مع بعض الثلاثة ضرب أربعة تساوي اثنى عشر صح؟ ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم كذلك لو بدنا أماء عوامل الضرب العملية الإبدالية لا ننسى خاصية الإبدال إذن نقول أربعة ضرب ثلاثة هل يتغير الناتج؟ لا يتغير صح ولا لا؟ نفس الناتج بارك الله فيكم إثنى عشر إذن هنا يا أبطال أوجدنا عمليتين ضرب انتهينا منها نبدأ عمليات القسمة طيب دائما قلنا ناتج الضرب دائما يا أبطال هو الذي نبتدئ به في القسمة فيكون هو العدد المقسوم إذن إثنى عشر مقسوما على ماذا؟ نأخذ أحد العاملين ثلاثة أو الأربعة رح نبدأ بالثلاثة إثنى عشر مقسوما على الثلاثة فيكون الناتج ماذا؟ أربعة بارك الله فيكم العدد الآخر طيب هل نستطيع إيجاد عمليات قسمة أخرى؟ نعم نستطيع نقول إثنى عشر مقسوما على الأربعة فيكون الناتج ثلاثة إذن لاحظتم يا أبطال من هذه الثلاثة أعداد المترابطة أوجدنا أربعة حقائق مترابطة صح ولا لا؟ حقيقتين ضرب وحقيقتين قسمة طيب كذلك نذكر يا أبطال قلنا إذا كان عندي عددين فقط مثل هذه العددين قلنا مترابطة ماذا يعني ذلك يا أبطال؟ ممتازين إذن أستطيع أني أكرر بارك الله فيكم أستطيع أني أكرر السبعة فأوجد عملية الضرب أقول سبعة ضرب سبعة تساوي تسعة وأربعين نبغى القسمة نبدأ بالناتج ناتج الضرب أبدأ بالقسمة وأقول هذا المقسوم يا أبطال صح ولا لا؟ إذن تسعة وأربعين مقسومة على السبعة فيكون الناتج سبعة سأل يا أبطال؟ بارك الله فيكم مسعدكم الله كذلك يا أبطال عرجنا على مثال آخر وقلنا لدينا ثلاثة حقائق مترابطة نبغى جميع الحقائق المرتبطة بها حقيقتين الضرب وحقيقتين القسمة ووضحناها في هذا المثال الآن يا مبدعين نبغى نكمل التدريبات مع بعض بارك الله فيكم إذن سأقرأ لكم السؤال أعطيكم برهة من الزمن تفكرون فيها ومن ثم نستكمل الحل مع بعض يلا يا أبطال يقول استعملوا الشبكات لأكمل كل زوج من الجمل العددية لدينا هذه الجمل العددية بها أعداد مفقودة صح ولا لا يا مبدعين؟ نعم في جملة ضرب وفي جملة قسمة ولكن بها أعداد مفقودة طيب يقول باستعمال الشبكات لدينا شبكة من السيارات يا أبطال نبغى نستعملها حتى نوجد بارك الله فيكم هذه الأعداد المفقودة تستطيعون؟ يلا معكم برهة من الزمن تفضل يا مبدعين وصلت للإجابة بارك الله فيكم إذن يا أبطال لو جينا في الضرب ما هو العدد اللي أضربه في الثنين فيكون الناتج ثمانية ألاحظ أنه من شبكة السيارات الأمامي كم لدي يا أبطال من عمود؟ لدي عمودين من السيارات صح ولا لا يا أبطال لدي عمودين من السيارات طيب كم لدينا من صف؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربعة صفوف في كل صف كم يا أبطال؟ ممتازين في كل صف السيارتين ولو قلنا لدينا عمودين في كل عمود كم سيارة؟ أربع سيارات صح ولا لا يا أبطال؟ إذن هل أستطيع أني أوجد العدد المفقود؟ نعم يا أبطال بارك الله فيكم أربعة إذا فرضنا أنه نأخذها الصفوف فنقول لدينا أربعة صفوف في كل صف كم سيارة؟ سيارتين أربعة ضرب اثنين تساوي ثمانية طيب يا أبطال من هذه العملية هل نستطيع أن نوجد الحقيقة الأخرى؟ أو العدد المفقود في الحقيقة الأخرى؟ نعم يا أبطال دائما أول عدد في القسمة هو المقسوم صح ولا لا؟ المقسوم وين أجده يا أبطال في عملية الضرب السابقة؟ ممتازين اللي هو ناتج الضرب صح ولا لا؟ أو العدد الكل للسيارات عدد الكل للسيارات هنا ثمانية صح ولا لا يا أبطال؟ إذن هو اللي بنقسمه الثمانية ثمانية تقسيم أربعة تساوي إثنان سأله ولا صعب يا أبطال؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم إذن اسمحوا لي الآن نمسح وننتقل إلى التدريب التالي يقول استعمل الشبكات لأكمل كل زوج من الجمل العددية التالية لدينا هنا كذلك جملة ضرب و جملة قسمة بها أعداد مفقودة صح ولا لا يا أبطال؟ طيب يقولنا بغى نوجدها من خلال شبكة الكراسي التي أمامنا يا أبطال هل نستطيع؟ نعم وسهلة جدا يا أبطال ما هو العدد اللي أضربه في الثنين يا أبطال ويكون الناتج أربعة؟ ما رأيكم؟ ممتازين هو اثنين صح طيب لو نجي للشبكة يا أبطال كم لدينا من صف؟ صفين بكل صف كم كرسي؟ كرسيين إذن اثنين ضرب اثنين تساوي أربعة وكذلك يا أبطال أربعة هذه ناتج الضرب موجودة هنا هي المقسوم في عملية القسمة مقسومة على كم يا أبطال؟ ممتازين مقسومة على اثنين بارك الله فيكم صح ولا لا؟ قسمنا الأربعة على صفين فوضعنا في كل صف كرسيين سهلا ولا صعب يا أبطال؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم الآن اسمحوا لي أمسح وننتقل إلى هذا السؤال الآن يا مبدعين يقول اكتب الحقائق المترابطة لكل مجموعة من الأعداد التالية كل مجموعة من هذه المجموعات يا أبطال هي أعداد مترابطة أستطيع أن أخرج منها كم يا أبطال؟ أخرج منها أربعة حقائق مترابطة حقيقتين ضرب وحقيقتين قسمة يلا يا مبدعين السؤال رقم عشرة أربعة ثمانية اثنان وثلاثون ما رأيكم؟ من يقول يا مبدعين؟ أسعدكم الله نبدأ بعمليات الضرب يلا أربعة مضربة في كم يا أبطال؟ في الثمانية ممتازين أربعة ضرب ثمانية كم يا أبطال؟ اثنان وثلاثون وهي موجودة هنا كذلك يا أبطال سهلة ولا صعبة؟ هذه أول حقيقة ضرب طيب من يعطينا حقيقة ضرب أخرى؟ لا تنسون العملية الإبدالية نبدل عوامل الضرب فنقول ثمانية ضرب أربعة تساوي كم يا أبطال؟ اثنان وثلاثون سهلة؟ طيب يا أبطال الآن نبدأ بحقائق القسمة مش قلنا نبدأ دائما يا أبطال؟ كيف أبدأ القسمة؟ أبدأ القسمة بالعدد الكلي أو ناتج الضرب اثنان وثلاثون يا مبدعين أبقسمها على أحد العوامل أحد عوامل الضرب الموجودة سابقا يلا نبدأ بالأربعة اثنان وثلاثون تقسيم أربعة كم تساوي؟ ممتازين يا أبطال هو العامل الآخر وهو الثمانية لاحظوا أن كل الأعداد اللي كتبناها في هذه العمليات كلها من هذه الأعداد المترابطة لم أجبنا عدد من بره صح ولا لا يا أبطال؟ طيب من يعطيني عملية قسمة أخرى؟ اثنان وثلاثون تقسيم كم؟ ثمانية مبدعين يا أبطال تساوي كم؟ أربعة بارك الله فيكم سألة ولا صعبة؟ أسعدكم الله طيب يا أبطال لدينا هنا فقط عددان إذن كم أستطيع أني أوجد حقيقة؟ حقيقتين ليه؟ لأنه في عدد مكرر صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم من يقول يا أبطال؟ حقيقة الضرب اللي أستطيع أني أوجدها من هذان العددان ممتازين الأربعة أضربها في نفسها أربعة ضرب أربعة كم تساوي؟ مبدعين بارك الله فيكم تساوي ستة عشر سهلة؟ طيب نبغى عملية القسمة يا أبطال ممتازين يا أبطال أبدأ بناتج الضرب أو العدد الكلي ستة عشر مقسوم على كم يا أبطال؟ على أحد العاملين على أربعة فيكون الناتج كم؟ أربعة كذلك بارك الله فيكم سأله يا أبطال؟ أسعدكم الله طيب يا أبطال الآن نروح للسؤال رقم إثنى عشر الآن أربعة وسبعة وثمانية وعشرين نريد أن نوجد عمليتين ضرب وعمليتين قسمة مرتبطة بهذه الأعداد سهلة؟ يلا من يعطيني أول عملية يا أبطال؟ مبدئين أضرب الأربعة في السبعة ويكون الناتج كم؟ ما أرك الله فيكم ثمانية وعشرين إذن نقول أربعة مضروبة في السبعة ويكون الناتج ثمانية وعشرين صح ولا لا يا أبطال؟ سأذنكم نضع خط هنا يا أبطال حتى تتضح طيب يا أبطال من يعطيني عملية أخرى؟ ممتازين العملية أبدالية فأبدأ بالسبعة سبعة ضرب أربعة تساوي كم؟ ثمانية وعشرون سهلة يا أبطال؟ بارك الله فيكم طيب الآن هل نستطيع إيجاد عمليتين قسمة؟ نعم نبدأ بماذا؟ بالعدد الكلي أو ناتج الضرب صح ولا لا يا أبطال؟ إذن ثمانية وعشرون تقسيم كم يا أبطال؟ اختر أحد العملين نبدأ بالصغير أربعة يلا ثمانية وعشرين تقسيم أربعة كم يكون الناتج؟ ممتازين يا أبطال سبعة بارك الله فيكم سهلة أو صعبة؟ سهلة طيب الآن عملية القسمة الأخرى نبدأ بالثمانية وعشرين أقسمها على كم يا أبطال؟ ممتازين نقسمها على السبعة فيكون الناتج كم؟ أربعة بارك الله فيكم سهلة أو لا صعبة يا مبدعين؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله طيب يا أبطال الآن اسمحوا لي أمسح وننتقل إلى السؤال التالي هنا لدينا سؤال لفظي يا أبطال ودائما في الأسئلة اللفظية حتى أحل بطريقة متميزة لا بد أن يطبق الخطوات الأربعة لحل المسألة أول خطوة ما هي؟ أفهم إذن يا أبطال ماذا أفهم؟ أفهم السؤال ماذا أعطاني وماذا يريد؟ سأقرأ قراءة الفهم وأحدد المعطيات والمطلوب يلا مع بعض يا أبطال بارك الله فيكم يقول لدى محل سبعة أنواع من الطيور إذن هذا أول معطى المحل لديه سبعة أنواع من الطيور ذات أعداد متساوية هذا المعطى الثاني يا أبطال يقول لك أن أنواع الطيور هذه كلها متساوية أعدادها خلاص يا أبطال؟ يقول إذا كان عدد الطيور كلها واحد وعشرون هذا معطى كذلك آخر أنه عدد الطيور كلها واحد وعشرون المطلوب هنا يقول لك فما عدد الطيور من كل نوع؟ نبغى نعرف عدد الطيور في كل نوع عندنا سبعة أنواع من الطيور الأعداد هذه الأنواع متساوية خلاص يا أبطال؟ وعددها الكل كم عدد الطيور؟ واحد وعشرون طيراً نبغى نعرف كل نوع كم عدده نقدر؟ بسيطة يا أبطال إذا ما هي الخطة التي سنستخدمها يا أبطال؟ ما رأيكم؟ ممتازين راح نكتب يا أبطال عبارة عبارة ماذا؟ يلا نكتب عبارة ضرب وكذلك عبارة قسمة طيب يا أبطال لو قلنا هنا عبارة ضرب نبغى نوجدها السبعة هي عدد الأنواع أبغى نضربها في كم؟ في عدد الطيور في النوع الواحد هنا قال لك أننا عددها متساوية بس ما حدد كم عدد النوع الواحد صح ولا لا؟ إذا هذا عدد مفقود راح نوجدها بعد قليل خلاص يا أبطال يساوي كم؟ يساوي عدد الطيور كلها واحد وعشرون طيب لو كتبنا عبارة قسمة هل نستطيع؟ كذلك أستطيع أن نقول كم العدد الإجمالي؟ واحد وعشرون واحد وعشرون طيورا سأقسمها على كم يا أبطال؟ ممتازين الله يسعدكم سأقسمها على عدد الأنواع كم عدد الأنواع؟ لدينا سبعة أنواع سيكون عدد كل نوع كم؟ ما نعرفها إلى الآن نضعها مربع إذن عدد مفقود الآن فقط راح نعبيها نسأل نفسنا السؤال يا أبطال بكل بساطة ونتذكر حقائق الضرب اللي تعلمناها ما هو العدد اللي أضربه في السبعة يكون الناتج واحد وعشرين؟ ما رأيكم يا أبطال؟ ممتازين ثلاثة بارك الله فيكم إذن كتبنا ثلاثة سبعة ضرب ثلاثة كم تساوي؟ واحد وعشرون إذن عدد يا أبطال كل نوع من هذه الأنواع السبعة ثلاثة خلاص يا أبطال؟ بارك الله فيكم طيب يا أبطال لو قسمنا الواحد وعشرين على السبعة هل سيكون الناتج ثلاثة؟ لاحظوا الواحد وعشرين موجودة هنا السبعة كذلك موجودة هنا يفترض أن الثلاثة تكون هنا صح؟ لا لا يا أبطال الأعداد المترابطة لا ننسى يا أبطال إذن يا أبطال الآن لو قسمنا أنت يا أبطال لو لديك الآن قلم ورقة ارسم سبع دوائر ووزع الواحد وعشرين عليها كم ستجد أنه في كل دائرة؟ ها يا أبطال ممتازين سنضع ثلاث قطاع في كل دائرة إذن سيكون نفس الناتج يا أبطال صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم الله يسعدكم سهلا ولا صعب يا أبطال بارك الله فيكم إذن إجابتنا ما عدد الطيور من كل نوع؟ ثلاثة طيور سهلا ولا صعب يا أبطال بارك الله فيكم إذن اسمحوا لي الآن نمسح وننتقل إلى الأسئلة التالية مسائل مهارات التفكير العليا الآن يا أبطال هذه الأسئلة فقط نحتاج أن نفكر ولا نستعجل في الإجابة نحتاج أن نفكر بتأني سؤال رقم خمسة عشر يا أبطال الحس العددي ما حقيقة الضرب التي تساعدني على إيجاد سبع وعشرين تقسيم تسعة؟ ها يا أبطال سبع وعشرين تقسيم تسعة ما حقيقة الضرب اللي ممكن تساعدني على إيجاد هذا هذه العملية؟ ما رأيكم؟ فكروا يا أبطال ونتذكر حقائق ضرب العدد تسعة ممكن تساعدنا يا أبطال وصلتوا للإجابة؟ بارك الله فيكم طيب انظروا معي يا أبطال الآن نحن نبغي نكتب عبارة أو جملة ضرب نكتب جملة ضرب صح ولا لا؟ إذن جملة ضرب ما هو العدد؟ في عدد اللي هو الناتج القسمة ما موجود سأتركه فارغ خلاص يا أبطال؟ مضروبا في كم يا أبطال؟ مضروبا في التسعة يساوي كم؟ نحن ما قلنا ناتج الضرب دائما هو العدد المقسوم اللي نبدأ فيه القسمة يا أبطال؟ سبع وعشرين إذن يا أبطال سؤالي لكم ما هو العدد اللي أضربه في التسعة ويكون الناتج سبع وعشرين؟ ممتازين يا مبدعين الثلاثة إذن نكتب هنا ثلاثة وتكون هذه الحقيقة هي التي توصلني أو تساعدني على إيجاد ناتج سبع وعشرين تقسيم تسعة طيب ممكن كذلك أحد منكم أو أحد من زملائكم يقول السادة لا أنا بحل تسعة ضرب ثلاثة تساوي سبع وعشرين هل هذا صحيح؟ نعم صحيح لأنه قلنا كل ثلاثة أعداد مترابطة استطيعني أوجد منها عمليتين ضرب وعمليتين قسمة مترابطة صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم سهلا يا أبطال أوجدنا الحقائق المترابطة الحقيقة الضرب المرتبطة؟ بارك الله فيكم طيب سؤالي لكم هنا في السؤال رقم 16 يقول أحدد الجملة العددية التي لا تنتمي إلى الحقائق المترابطة نفسها ثم أفسر إجابتي لديه هنا يا أبطال أربع ممتازين أربع جمل أربع جمل جملتين ضرب وجملتين قسمة واحدة من هذه الجمل ممتازين لا تمتمي لها لا تمتمي للحقائق المترابطة بينما ثلاث منها مترابطة يا أبطال هل تستطيعون تحديدها؟ فكروا أبعطيكم برها من الزمن فكروا يا أبطال وبعطيكم تلميحات وإنتوا تفكرون يا أبطال إحنا قلنا دائما الحقائق المترابطة وش يميزها؟ إنه جميع أعدادها متساوية موجودة تجد نفس العناصر اللي كونت الجملة الأولى كونت هي نفسها الجملة الثانية والثالثة والرابعة صح ولا لا؟ طيب يا أبطال فكروا ها قدرتوا تحددونها يا أبطال طيب خلونا نجي ونتناقش الثلاثة موجودة هنا؟ نعم هل هي موجودة في هذه العملية؟ لا غير موجودة أضع لم تكس هل هي موجودة هنا الثلاثة؟ نعم موجودة هنا الثلاثة موجودة في هذه العملية؟ نعم موجودة في هذه العملية طيب أنتقل رقم ستة أو العدد ستة موجود هنا هل هو موجود في هذه العملية؟ لا غير موجود هل هو موجود في هذه العملية يا أبطال؟ نعم هنا هذا هو كذلك هل هو موجود في هذه العملية نعم هذا هو هنا طيب يا أبطال الثمانية عشر موجود هنا كذلك موجود هنا كذلك موجود هنا كذلك موجود هنا ما رأيكم استطعتوا تحددونها نعم الجملة التي لا تنتمي إلى الحقايا المترابطة هي ثمانية عشر تقسيم اثنان تسعة وتسعة من يقول لي ليش ممكن واحد منكم يقول السادة ثمانية عشر موجودة هنا وهنا 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 ولكن هل الثلاثة والستة كذلك موجودة فيها لا لأنه قلنا لازم الأعداد الثلاثة صح ولا لا لازم الأعداد الثلاثة تكون موجودة في جميع العمليات بارك الله فيكم إذن هنا لاحظوا أنه استخدم الثنين واستخدم التسعة وهي غير موجودة في العمليات الأخرى بينما الثلاث عمليات الأخرى كلها حقائق مترابطة صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم مسعدكم الله طيب اسمحوا لي أمسح الآن وأنتقل معكم إلى مراجعة تراكمية سريعة يا أبطال الآن يقولك تدرب على الاختبار يمثل الشكل أدنى هذا الشكل يا أبطال أربعة ضرب ستة تساوي أربعة وعشرين يقولك هذا الشكل يمثل هذه العملية أربعة ضرب ستة تساوي أربعة وعشرين يقول أي الجمل العددية التالية تمثل القسمة المترابطة ما رأيكم نحن هذه جملة ضرب يقولك أي هذه الجمل هي قسمة مترابطة ما رأيكم أسهل طريقة لي حل هذا السؤال وتحله جيدا حله من فوق اترك الإجابات تعالوا واسأل نفسك سؤال كيف نبدأ نكتب عملية القسم المرتبطة يا أبطال ممتازين أبدأ بناتج الضرب أربعة وعشرين ويكون هو المقسوم أربعة وعشرين أقسمة على كم يا أبطال أقسمة على الستة فيكون الناتج كم؟ أربعة أو أقول أربعة وعشرون مقسوما على الأربعة ويساوي ستة هذه العمليتين هل أحد منها موجود هنا يا أبطال؟ ابحث عنها ممتازين يا أبطال الإجابة هي الفقرة جيم أربعة وعشرين مقسوما على الأربعة يساوي ستة ممكن أحد يقول يا ستاة طيب دال أربعة وعشرين تقسيم ستة صحيح ولكن كم الناتج وضع ستة وهذه الجملة خاطئة صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم طيب يا مبدعين سؤال رقم تسعة عشر أي الجمل العددية التالية تم تمثيلها باستعمال الطرح المتكرر على خط الأعداد؟ لدينا هذا الخط الأعداد يا أبطال يقول أي الجمل العددية هي التي تمثل تم تمثيلها باستعمال الطرح المتكرر؟ ها يا أبطال فكروا فيها لاحظوا ابتدأنا من وين؟ حدد البداية ابتدأنا من الثمانية صح ولا لا؟ وانتهينا في ماذا؟ في الصفر طيب يا أبطال قفزنا كم عدد؟ كل مرة كل مرة قفزنا عددين لاحظوا هذا الأول وهذا الثاني صح ولا لا؟ كم قفزنا من مرة؟ هذه الأشياء دائما لازم نركز لها الآن هل نستطيع إيجادها؟ مبدعين الله يسعدكم الإجابة هي فقرة باء لماذا يا أبطال؟ ابتدأنا من الثمانية هي التي سأقسمها صح ولا لا؟ إذن هي المقسوم تكون هي في البداية يا أبطال صح ولا لا؟ وقسمناها على كم؟ على اثنين طيب كم قفزنا من مرة؟ بارك الله فيكم قفزنا أربع مرات أو أجرينا عملية الطرح كم مرة؟ أربع مرات فقلنا ثمانية مقسومة على اثنين إذن أطرح اثنين عدد من المرات حتى أصل لصفر فكم أطرحها من مرة ثمانية؟ نقصنا اثنين سارت ستة نقص اثنين سارت أربع نقص اثنين سارت اثنين نقص اثنين سارت صفر إذن كم مرة طرحنا أربع؟ إذن هذه هي إجابتنا صحيحة سهلونا صعبة يا مبدعين بارك الله فيكم طيب يا أبطال بعد هذا التدريبات لدينا مجموعة من التدريبات سأتركها لكم مراجعة تراكمية لكل ما سبق هنا سؤال سؤال عشرين إلى ثلاثة وعشرين استعمال الطرح المتكرر لأقسم بنفس الفكرة يا أبطال تحلونها حتى تسترجعون ما تعلمناه سابقا بعد ذلك إيجاد الحقائق المترابطة يا أبطال لكل عملية أوجد حقيقتين ضرب وحقيقتين قسمة صح ولا لا يا أبطال تستطيعون؟ بارك الله فيكم أتركها لكم هذه مراجعة حتى نسق المهاراتنا السابقة ونتأكد من مدافعنا فيها بارك الله فيكم اليوم ولله الحمد تعلمنا إيجاد القسمة باستعمال العلاقة بين القسمة والضرب كان أخذناها في هذه الحصة والحصة الماضية كذلك صح ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم إذن سأترك لكم هذا الواجب سؤال رقم أربعة عشر ومن مشيئة الله بداية الحصة القادمة سنناقش حل هذا السؤال مع بعض يا أبطال في الحصة بارك الله فيكم إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم هذه رسالة الختام وجه لك عزيزي ولي الأمر عزيزتي ولية الأمر مادة الرياضيات مادة مهارات لا يكفي مجرد الفهم لا بد أن يتلوا الفهم تدريب مستمر لذلك أضع بين أيديكم كتاب مصادر المعلم للأنشطة استطعون تحميلها عبر الـ QR كود أو الرمز الذي أمامكم هذا الكتاب يحتوي على أربع مستويات من التدريبات المستوى الأول إعادة التعلم ويقدم لها تدريبات بطريقة مختلفة عما جاءت في الكتاب بعد ذلك تدريبات المهارات تدريبات موازية لتدريبات الكتاب بعد ذلك تدريبات حل المسألة وهنا مسألة المساء اللفظية ننمي من خلالها مهارة فهم المقرو وتطبيق الخطوات الأربع بعد ذلك التدريبات الإثرائية والتي نستهدف من خلالها تنمية مهارات التفكير العليا بهذه المستويات الأربعة وبجهدكم معنا بمشيئة الله نرتقي بأبنائنا كان معكم معلمكم علي القحطاني تقبلوا تحياتي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر